ويا مكثر القوانين التي تخالف الدستور والله يا أستاذ نجم في بحوثنا العلمية نطلع على كوارث بمخالفة القوانين العادية للدستور لأن الصياغات بصراحة ما بعد 2003 ولحد الآن لأنه هذا حتي لك حتي علم نحن نشوفه بدراساتنا وببحوثنا الصياغات صياغات ركيكة وصياغات ما تأخذ ببالها مع احترامي بعضها مو على إطلاقها ما تأخذ ببالها فيما موجود بالقوانين الأخرى هو يعدي أسئلة ويعكت من أنا وأنت نختصر حتى نغطي الأسئلة فيما إذا لو تعرض رئيس السن في الجلسة البرلمانية الأولى إلى وعكة صحية كما حصل للمشهداني ونقل على آثارها إلى المستشفى هل تبقى الجلسة أو ترفع الجلسة لحين شفائه أم إلا أن يقدم استقالته أو يتم الذهاب إلى البدائل شنو الخيار بالقانون أستاذ هي المشكلة وين هو إذا تعذر النظام الداخلي يقول وأرجع أقول النظام الداخلي مو الدستور النظام الداخلي يقول إذا تعذر إذا قسنا مهمة رئيس السن على مهمة الرئيس الدائم إذا تعذر عن ممارسة مهمة يحل محل النائب الأول ومن ثم النائب الثاني لكن المشكلة إثبات واقعة التعذر هي هنا المشكلة أنا أقول لك إذا إفرض وافاه الأجل توفى وإفرض مثلا ورد الظروف استثنائية منعته يعني شلون نتوقف ما ندير الجلسة لا أقول لك بطبيعة الحال القانون بموجب تفسيرنا للنظام الداخلي يذهب إلى البدائل لكن هي المشكلة بواقعة التعذر يقول أنا باتصال الهاتفي والعهد على قوله يقول أنا قلت أنه أنا رفعت الجلسة ولازلت مستمر بأداء مهامي يعني هي المشكلة بواقعة التعذر هو نعم رفعت جلسة وأنا أعتقد أنه رفعت جلسة يدخل ضمن الأعمال الإدارة هذا رأيي يدخل ضمن أعمال الإدارة ولم يتعذر بشكل رسمي يعني هي الوعكة لا استمرت ولا قال أنا يعني هي المشكلة هنا لكن لو حصلت واقعة التعذر الرسمي نعم يصار إلى البدائل ما نوقف ما نوقف البرلمان إحنا على شخص ما موجود